أنه لا يحيط بكافة موضوعات قانون المرافعات المدنية وإذا قيل بأن قانون المرافعات هو قانون الإجراءات المدنية فهو أيضا معرض للنقد لأن هذا القانون لا ينظم فقط الإجراءات الخاصة بالخصومة إنما يعني وبنفس الدرجة قواعد الاختصاص القضائي والتنظيم القضائي إذن هذه المصطلحات سواء كان قانون المرافعات أو قانون الإجراءات لم تحظى بتأييد كامل أو مجمع عليه من الفقه فمثلا إجراءات إبرام العقل حوالة الدين، تكوين الشركة، إجراءات التفليسة فهذه وتلك يتولها القانون المدني والتجاري وليس قانون الإجراءات الجنائية وإذا قيل بأن القانون الإجراءات المدنية تعني بتنظيم المظاهر الخارجية للخصومة وهو ما لا يغني أصلا عن دراسة الخصومة ككيان مستقل بذاته الغريب أن وصلت حدة الاختلاث بين الإصطلاحين هل هو قانون الإجراءات أم قانون المرافعات ذهب البعض إلى أن المرافعات جزء من الإجراءات أو هي صور الإجراءات والرأي الآخر رأى أن الإجراءات هي التي جزء من المرافعات إذن في محاولة للخروج من هذا النقد وإقتراح تسمية منضبطة فقالوا بأنه هو علم القضاء المدني أو قانون القضاء المدني برضو هذا الإصلاح لم يسلم من النقد ليه؟ لأنه لو قلت هو قانون القضاء المدني أن ينظم مسائل القانون المدني فقط في حين أن القضاء المدني ينظم القضاء المدني والتجاري وقانون العمل وإجراءات الأحوال الشخصية إذن ما هو الحل؟ الحل هو أفضل أن يسمى بعلم القضاء علم القضاء أي الذي يتولى التنظيم القضائي اتنين يتولى الاختصاص القضائي يتولى الخصومة القضائية وهذه جميعها هي ما تنطوي عليه مادة قانون المرافعات طيب قانون المرافعات كأي قانون آخر له نطاق تطبيق زمني وله تطبيق مكاني أما تطبيق القانون المرافعات من حيث الزمن فطبعا القاعدة هو الأثر الفوري للقانون والاستثناء هو الأثر الراجعي للقانون طيب إذن عندنا الأثر الفوري لنصوص قانون المرافعات وهذه من القواعد الدستورية لأن النصوص التشريعية لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وعليه فلا يجوز أن ينسحب أثر القانون الجديد على ما وقع قبل العمل به من إجراءات أو ما تبلور من مراكز قانونية سواء من حيث نشأتها أو إعملها لآثرها أو انتهاءها إذ يطبق عليها جميعا القانون القائم وقت اتخاذ الإجراء هذا المبدأ يعرف بمبدأ عدم رجعية القوانين ومن ثم تبقى الإجراءات التي لم يدركها القانون الجديد خاضعة للقانون القديم أي الإجراءات التي تخذت في ظل القانون القديم ولذا فإن ما تم صحيحا من إجراءات في الدعوة القائمة وفقا لما يقتضيه القانون القائم تبقى صحيحا كما هي حتى ولو كانت مثل هذه الإجراءات تعد باطلة بفرض صدور قانون جديد قبل الحكم في الدعوة طيب إذن هذا عن الأثر الفوري هل من الجائز أن يمتد قانون القديم إلى إجراءات سواء في المواعيد أو في الإختصاص بعد صدور قانون جديد نشاهد أولا قبل عرض الاستثناءات اللي بتالد على مبدأ الأصل حول القانون الجديد أي إعمال امتداد أثر وسريان القانون القديم وفقا لما ورد في صدر المادة الأولى من قانون المرافعات على الدعوة التي فصل فيها أو الإجراءات التي تمت في ظل القانون القديم باعتبار أن ذلك يعد تطبيقا للقاعدة العامة من جهة وعدم جواز سريانه على أوضاع إجرائية مكتملة في ظل القانون القديم فإذا يعدل القانون الجديد إجراءات رفع الدعوة التي فصل فيها أو فصل فيها في ظل القانون القديم أو في إجراءات نظرها أو في إجراءات إثبتها فإنها تظل خاضعة الله وإلا ترتب على ذلك أن تعاد جميع الدعاوة التي فصل فيها قبل العمل بالقانون الجديد وهذه استحالة عملية مطلقة وكذلك لا يجوز إعادة نظر الدعوة التي فصل فيها ولو كان الحكم الصادر بشأنها مما يقبل الطعن فيه أو كان قد طعن في الحكم الذي صدر بشأن الدعوة التي فصل فيها قبل العمل بالقانون الجديد بمعنى إذا كان قد استحدثت إجراءات جديدة لنظر الدعوة وقدت محكمة الاستئناف بإعادة نظر النزاع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعم فيها فهنا يجب نظرها وفقا للإجراءات المقررة وفقا للقانون الجديد حيث هي الإجراءات التي اتخذت في ظله إلا في بعض الاستثناء أول حاجة الاستثناء الأول اللي هو القوانين المعدلة للاختصاص إمتى متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوة يعني إذا كان المشرع قد قرر القاعدة العامة بشأن صغيرين قانون المرافعات في المادة الأولى بنصي على أنه تسري أحكام قانون الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعوة إلا أنه عاد واستثناء عاد واستثناء من ذلك القوانين أول حاجة القوانين المتعلقة بالاختصاص معنى ذلك يتلتب على ذلك أنه إذا رفعت دعوة أمام محكمة مختصة بنظرها وفقا للقانون القديم ولم يكن قد فصل فيها ثم صدر قانون جديد يعدل في اختصاص هذه المحكمة بشأن هذه الدعوة فإن وفقا للأثر الفوري للقانون الجديد واجب عليها أن تحيل الدعوة إلى المحكمة المختصة بها وفقا للاختصاص الجديد أي وفقا للقانون الجديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوة بنظرها من حيث انتهت إجراءاتها التي تكون عليها لإعادة المرافعة يعني الشرط هو هنا عشان الدعوة تظل في اختصاص المحكمة وفقا للقانون القديم ألا يكون قد فصل فيها يعني إذا كان قد فصل فيها إذا كانت الدعوة قد فصل فيها أو حجزت للحكم فتظل وفقا للاختصاص القانون القديم الاستثناء الثاني اللي هي القوانين المعدلة للاختصاص إمثا متى كان ميعاد القوانين المعدلة للموعيد القوانين المعدلة للموعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بهذه القوانين المعدلة لهذه الموعيد أي إذا بدأ ميعاد معين في ظل قانون معين فإن حسن إدارة العدالة تقتضي أن ينتهي كذلك طبقا لهذا القانون نفسه طب إيه تبرير ده؟ تبرير ذلك أنه يحول دون طبعيد الميعاد واضطراب حساب بدايته ونهايته ومداه فضلا عن ضرورة احترام الحقوق المكتسبة للخصوم ويقصر هذا الاستثناء على القوانين المعدلة للمواعيد دون تلك التي تستحدث مواعيد لم تكن موجودة في ظل القانون القديم هذه المواعيد لا تسبي إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولو كانت الواقعة التي حددها لبداية نفاذه قد وقعت قبل صدوره وكذلك يقتصر هذا الاستثناء على النصوص التي تعدل المواعيد دون التي تستحدث إجراءات أو آثار جديدة الاستثناء الثالث هي القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من طرق الطعن أي أنه وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات فإنه يستثنى من إعمال الأثر الفوري أو المباشر للقانون الجديد تلقى القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لأنها أحكام للأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بالقوانين المنظمة لطرق الطعن أي القوانين الجديدة ليه؟ لأن هذه القاعدة هي إذا صدر قانون جديد القاعدة هي أنه إذا صدر قانون جديد فإن أحكامه هي التي تطبق بشأن مدى قابلية الحكم للطعن فيه من عدمه باعتباره هو القانون النافذ وقت سريان معاد الطعن في الحكم وعليه فإن الحكم الصادر يخضع من حيث جواز الطعن فيه أو عدم جواز الطعن فيه للقانون الذي صدر في ظله باعتبار أن قابلية الحكم للطعن فيه وصف يلحق الحكم عند صدوره طيب إذا كنا قد تكلمنا عن مضمون إصطلاح قانون المرافعات أو قانون الإجراءات المدنية وتكلمنا عن الأحكام الخاصة بتطبيق قانون المرافعات من حيث الزمان طبعا قانون المرافعات من حيث المكان يطبق قانون المرافعات في الدولة المصرية فلا يمتد إلى دولة غيرها وفقا لمبدأ سيادة الدولة أو سيادة القانون طيب هذا القانون قانون المرافعات لم ينشأ بين عشية وضوحها لأن القانون القائم الحالي هو القانون رقم 13 لسنة 68 اللي صدر في 7 مايو 68 تناولته تعديلات عديدة جدا أهم هذه التعديلات على الإطلاق هو القانون الأخير الصادر رقم 76 لسنة 2007 باستحداث إدارة خاصة بالتنفيذ إلى جانب طبعا قانون المرافعات قانون المرافعات لهم مصادر أخرى ليس فقط ما ورد في كود قانون المرافعات ولكن كل القوانين الإجرائية المكملة لقانون المرافعات زي قانون السلطة القضائية الصادر رقم القانون الصادر سنة 73 القانون رقم 46 لسنة 73 والقوانين المعدلة له وقانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 والقانون المعدل له سنة 84 قانون الرسوم القضائية والتوسيق أمام المحاكم 90 لسنة 1944 والمعدلة له وقوانين الإثبات 25 لسنة 68 والمعدل للقانون رقم قانون 18 لسنة 1999 عند قانون الخبرة رقم 96 لسنة 52 قانون المحكمة الدسترية العليا الصادر رقم 48 لسنة 79 والمعدل بالقانون رقم 168 لسنة 98 قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية اللي بيحدد مهام المجلس في الإشراف على الهيئات القضائية واختصاصاته عندي أيضا قانون الحجزة الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمعدل بقى بالقوانين 58 و 59 و 71 و 72 وهناك قانون لجان فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها زي إيه؟ زي مثلا لجان فض المنازعات بجامعة القاهرة طالب مثلا خديج حاصل على تقدير معين تخطه في التعيين كمعيد في الكلية أحد الأشخاص اللي أقل منه في الدرجة أو في المجموع التراكمي فقبل ما يلجأ لمحاكم مجلس الدولة المحكمة الإدارية للتعليم لابد أنه هو يقوم بعمل تظلم إلى الجهة مصدرة القرار إلى الرئيس الجامعة فبعد ذلك بعد الرفض أو بعد مضي المدة القانونية اللي هي 60 يوم يلجأ إلى اللي جان فض المنازعات بجامعة القاهرة مثلا كويس ثم تبدأ المدة القانونية اللي هي 60 يوم في الطعنة على القرار الأصلي اللي هو بتخطي هذا الطالب أو هذا الخريج اللي هي مدة 60 يوم إلى المحكمة الإدارية للتعليم الحقيقة أني القانون المرفعات قلنا كما سبق حالا هو القانون الذي ينظم أو يحدد شكل التنظيم القضائي في الدولة والتنظيم القضائي في الدولة عندنا فيه أهداف عامة الأهداف العامة أولا أني ما يتعلق بتنظيم أعضاء الجهاز القضائي نفسه اتنين النظرية الدعوة القضائية ودي احنا نخدها في الباب التاني والجزاء الإجرائي المترتب على تخلف أحد إجراءات الخصومة الإجرائية إما بطلانا وإما إنعداما ونتناول بعض الأهداف الخاصة الأهداف العامة إذن هي بيان الوظيفة القضائية بيان حقوق القضاء وواجباتهم وشروط تعيينهم قبل ذلك بيان ضماناتهم من حيث عدم القابلية للعزل قواعد تأذبهم تحديد المسئولية المدنية للقضاء إذا ما ارتكب فعل جسيم وخطأ فادح ترفع على أحد هؤلاء القضاء أو الدائرة كاملة دعوة تسمى بدعوة المخاصمة ثم هناك الهيئة المعاونة للقضاء وحقوق مواجباتهم أيضا كالمحضرين والكتبة والخبراء والمترجمين وهكذا ثم تشكيل المحاكم القضائية وتوزيع الاختصاص القضائي للدعاوة المختلفة على ربوع الدولة المصرية هذه هي الأهداف العامة الأهداف الخاصة ما يتعلق برد القضاء وتنحيتهم اتنين كيفية مثول النيابة العامة في الدعوة المدنية تلاتة دور المحامي في الدعوة المدنية أربعة تقارير الخبراء وعمل المحضرين والكتبة والمترجمين ثم تكوين فكرة عامة عن أعمال القضاء وأعوانهم ثم أخيرا الاختصاص القضائي إذن ما نبدأ به الآن هو أعضاء الجهاز القضائي ولما أقول أعضاء الجهاز القضائي ينصر في الأمر على القضاء وأعضاء النيابة العامة أولا بالنسبة للقضاء طبعا لا شك أن القضاء هم رجال الهيئة القضائية اللي بيبشرهم دون سواهم أعباء الوظيفة القضائية دون نظر إلى درجة أي منهم سواء كان قضائيا في المحاكم الدائية أو الاستئناف أو النقض من اللي بيتولى تنظيم شون هؤلاء هو قانون تنظيم أو قانون السلطة القضائية الوضع شروط تعينهم وحقوقهم وواجباتهم وضمانات استقلالهم ونزاهتهم وتأديبهم ومسئولياتهم وواجباتهم القانونية إذن الشرط البند الأول في باب التنظيم القضائي هو أعضاء الجهاز القضائي البند الأول من أعضاء الجهاز القضائي هو السروط تعيين القضاء الحقيقة أن تعيين القضاء مر بمراحل عديد والمفاضلة بين معيارين هل معيار التعيين أم معيار الانتخاب طبعاً في وماذاً في بعض الولايات النظام انتخاب القضاء نتطرق إلى مزايا وعيوبه طبعاً انتخاب القضاء إما أن يكون من قبل الشعب ومواشرة وإما من ممثليهم أعضاء السلطة التشريعية مثلاً أو من قبيل الهيئة القضائية نفسها هذا الأمر لا يخلو من مزايا أول حاجة فإذا كان الانتخاب بوسطة الشعب أو ممثلي وكانت عملية الانتخاب حرة ونزيهة دعم ذلك في المقام الأول مبدأ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات لكن طبعاً له عيوب كثيرة أننا في الحقيقة أهمها على الإطلاق أنني عندما أنتخب لا أنتخب الأكثر كفاءة أو الأكثر مهنية لذلك اعتمدت الدول يعني غالبية الدول نظام تعيين القضاء باعتباره ضرورة وحتمية ليه؟ أولاً لأن القضاء أحد مرافق الدول والدولة هي التي تولى مهمة من المناصب الشاغرة فيها ومنها على سبيل المثال مرافق القضاء الإحكام التي يصدرها القضاء تصدر باسم الشعب وعندما يقوم رئيس الدولة بتعيين القضاء فهو ممثل الشعب وهو أصلح من يتولى إثناء تلك المهمة المقدسة إلى من يستحقها وهو بهذا لا يصدر سلطة الشعب وإن كان يخالف مبدأ الفصل بين السلطات هذا المبدأ ليس مطلقاً هذا النظام اللي هو النظام تعيين القضاء هو اللي أخذ به المشاريع المصري في المدى 44 من قانون السلطة القضائية واشترط لتعيين القضاء مجموعة من الشروط الشرط الأول ما يتعلق بأهلية القضاء طبعاً يجب في من يعين قاضياً بالمحاكم الابتدائية ألا تقل سنه عن 30 سنة ولا تقل عن 38 و30 سنة إذا كان تعيين بمحاكم الاستئناف ولا تقل عن 43 سنة إذا كان تعيين بمحكمة النقد ده بالنسبة لشرط السن أو الأهلية فيما يتعلق بشرط الكفاءة الخلقية يجب أن يكون المرشح للتعيين حسن السمعة محمود السيرة ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره لأن القضاء مهمة مقدسة هذه المهمة لا يطلع عليها إلا من هم حسني أو حسني السمعة طيب السيرة مشهود لهم بالخلق القويم أو الأخلاق الرفيئة تلاتة فيما يتعلق بشرط الكفاءة العلمية والخبرة القانونية طبعا يجب أولا أن يكون حاصلا على إجازة القانون يعني نصنص في الحقوق من أي جامعة من الجامعات المصرية وإذا كان حاصن على هذه الإجازة من جامعة أجنبية بتعادل يعني يجب أن يكتاز اختبار اسمه امتحان المعادلة تبقى للقوانين واللوائح الخاصة بذلك وفقا للمادة ثمانية وتلاتين فقرة ثلاثة من قانون السلطة القضائية ولا يكفي مجرد حصوله على شهد الحقوق إنما يجب أن توفر لديه من الخبرة والممارسة العملية للعلم القانوني لأن القانون مادة وعلم في غاية غاية الدقة وقانون المرافعات بصفة خاصة باعتباره القانون الذي ينظم العمل القضائي كله القانون ينظم إجراءات رفع الدعوة ينظم الكفاءة العلمية والمهنية والقانونية والعملية رغبة من المشرع في تزويد القضاء بالعناصر الصالحة والمتميزة من خارج الهيئة القضائية أجاذ شغل المحامين وأساس القانون بالجامعات المصرية أو من يقوم بعمل يعدي نظيرة للعمل القضائي يعينون في وظيفة القضاء بالنسبة معينة بعد مضي مدة معينة من العمل القانوني الحقيقة إن هذا النص لم يفعل منذ قانون سبعة وسبعين لسنة تسعة واربعين ومنذ قانون القائم تلاتتاشر لسنة الف وتسعمائة تمانية وستين أي أنه مجرد حبر على ورق إيه المناطق الشروط الأخرى اللي يتطلبها المشارع لتولي منصب القضاء قال لك هذه الشروط لم يرد حنصه في قانون السلطة القضائية عامة ولكن تمليها اعتبارات الوظيفة العامة كاللياقة الصحية وأداء الخدمة الإلزامية وإحنا في مصر بنسبة لشرط الدين أو بشرط الإسلام بصفة خاصة جمهور الفقهاء ذهب إلى وجوبه أي وجوب أن يكون القاضي مسلما ليه قال لك هو شرط لصحة تولي القضاء بين المسلمين ومن ثم فلا يجوز لغير المسلم القضاء بين المسلمين يعني لا يجوز للقاضي غير المسلم أن يتولى القضاء بين المسلمين ليه قال لك لأن شرط الإسلام شرط لقبول الشهادة وولاية القضاء أولى من الشهادة فالأولى أن يشترط الإسلام لصحة من يتولي القضاء كما هو الحال في من يتولى الشهادة الحنفية الحقيقة ذهبوا إلى جواز تقلد غير المسلم منصب القضاء فيما بين أهل عقيدته فيما بين أهل عقيدته ليه لأن يجوز شهادة الذم على ذم آخر وأهلية القضاء تتبع أهلية الشهادة وهو ما جرى عليه العرف في يعني منذ فجر التاريخ الإسلامي في كل الدول الإسلامية قاطبة في رأي في رأي ثالث الحقيقة زهب إلى التفرقة بين مسائل الأحوال الشخصية وغيرها من المسائل المدني فاستنادا لقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي أنه لا يجوز قضاء غير المسلم في المسائل الأولى المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية أي اشترت الإسلام الشهادة اشترت الإسلام في الشهادة على الطلاق والرجعة وكافة مسائل الأحوال الشخصية وستنتج من ذلك أنه إذا كان الإسلام مشرطا في الشهادة فهو شرط كذلك في القضاء إذا تعلق الأمر ب غير مسائل الأحوال الشخصية جاز تولي قضاء غير مسلمين على المسلمين بس في حالات الضرورة لقوله تعالى ليه أولا لأنه مما تجوز فيه شهادته لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت الشرط الخامس في تعيين القضاء هو صدور قرار من رئيس الجمهورية وفقا للمدى 44 ونصف القضائية أن يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بس سواء بالتعيين أو بالترقية من درجة الأدنى إلى درجة الأعلى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويكون تاريخ الترقية أو التعيين هو تاريخ موافقة المجلس القضاء الأعلى أو أخذ رأيه حسب الأحوال كيف تحدد أقدمية القضاء تحدد الأقدمية بين القضاء بحسب تاريخ القرار الجمهور الصادر بتعيينهم أو بترقياتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر أيضا بموافقة مجلس القضاء الأعلى هذه هي شروط التعيين ما هي حقوق وواجبات القضاء طبعا حقوق القضاء في أي مكان في العالم يتمتعون بمكانة خاصة هذه المكان الخاصة تفرض حقوقا وتوجب واجبات ما هي هذه الحقوق يعني الحقوق متعددة منها ما هي حقوق أدبية وحقوق كتماعية وحقوق مالية الحق في التوقير والاحترام المشارع بنص يعاقب بالحبس المدة التي لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هتين العقوبتين كل من يخل بمقام القاضي أو هايبادية أو سلطته في نظر الدعوة إذا تم ذلك عن طريق من طرق النشر أي طريقة من طرق النشر إلا أورادتها المادة مئة وسبعين من قانون العقوبات حقوق القضاء اجتماعيا وصحيا في صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية اللي أنشئ بالقانون رقم ستة وثلاثين لسنة ألف وتسمائي خمسة وسبعين بشأن الرعاية الاجتماعية والصحية للقضاء وإصارهم سواء كان من هو في الخدمة أو من القضاءات السابقين على ألا يكون عضوية القاضي بالهيئة القضائية قد انتهت لأسباب تأذيبية أو جنائية أو لعدم الصلاحية هنا بيفقت هذه الميزات لأنه بيخرج من سلك القضاء بصفة عامة وللقاضي الحق في استرداد المصاريف اللي أنفقها إذا أصيب أو يعني مرضى بسبب أدائه ووظيفته طبقا طبعا للمستنىات التي يقدمها بس يجب أنها تكون معتمدة ويصدر بها قرار من وزير العدل أما بالنسبة لحقوق القضاة المالية تحدد طبعا مرتبات القضاة وفقا لجدوى الخاص ملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 72 وبمجب هذا الجدول يتمتع القضاء بحياة كريمة مستقرة سواء من حيث الراتب أو البدلات التي تصرف لهم بدل قضاء بدل تمثيل هذه البدلات أيضا معفاة من الضرائب وعلاوة دورية سنوية فضلا عن المزايا الذين يتمتعون بها في معاملات مع المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يعني منها على سبيل المثال مثلا في القطارات أو الليوتوبيسات العامة أو خلافة فيعني يعفوا من هذه النفقات أو تلك المصاريف ويستحق القاضي قضاء من منظف دولة معاشا بنتهى خدمته كما يستحق هذا المعاش إذا قدم استقلته يعني في الحالتين إذا انتهى خدمته أو استقل وذلك استثناءا من إحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعاشات ويسوى معاشا القاضي ومكافئاته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضى أيهما أصلح له وفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين التي تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفرة ويعامى الرئيس محكمة النبض معاملة الوزير من حيث المعاش يعني يعامل رئيس محكمة النبض معاملة الوزير الوزير من حيث المعاش طب إيه يعني هذه بعض حقوق القضاء فما هي واجبتهم طبعا الأوجب الواجبات على الإطلاق أنه أنه يصون الوظيفة التي يعمل بها يعني يقدر حجم المسئولية لا يقوم بأي عمل لا يتفق واستقلال وكرامة القضاء فلا أو فلا فلا يعمل بالأعمال التجارية فيها كذب وخسارة ودخول في منوشات مع تجار وأخذ ورد ودعا وخلافه لا يعني على المحاكم العادية أن يحضر عليها إبداء رأي سياسية يعني يحضر يعني القضاء لا هم حقهم في تكوين عقادتهم السياسية كأي مواطن عادي وطبيعي ولكن لا يجوز للمحكمة في الحكم أن تتطرق إذا إبداء رأي سياسي ويحضر على القضاء الاشتغال بالعمل السياسي فلا يجوز لهم الترشيح مثلا انتخابات مجلس الشعب أو مجلس النواب أو الهيئات الإقليمية أو تنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم وفي هذه الحالة لن يكونوا قضاء كذلك لا يجوز للقضاء هذا سر المعنى لا يجوز للقضاء إفشاء سرية المدولات وذلك احتراما لهيبة الأحكام القضائية ولا أن يبدو آراءهم ولا اتجاهتهم في قضية معروضة على القضاء لأي جهة كانت وإلا كان غير صالح لنظر الدعوة فضلا عن المسألة التأديبية أيضا لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة كضاء بينهم سلة قرابة أو مصارة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ليه أولا يعني صرف القرابة ستكون مانع أدبي بالنسبة خاصة بالنسبة الأصغر سنا وما ينطبق على القضاء ينطبق على الرجال النيابة العامة فلا يجوز أن يكون ممثل النيابة العامة أو ممثل الخصوم حتى اللواء المحامي أو المدافع عنه ممن تربطهم هذه الصلة أي القرابة للدرجة الرابعة بدخول الغاية بأحد القضاء الذين ينظرون الدعوة يعني لا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوة أما إذا كانت موجودة قبل تولي القاضي منصبه فيها لنظر هذه الدعوة أو نقلة من دائرة إلى دائرة أو من محكمة إلى محكمة فهذه لا يطبق عليها الحصر خامسا يجب على القاضي أن يقيم في البلد الذي يكون فيه مقر عمله وده الحقيقة يعني فيه نوع من التشدد ولذلك أجاز المشارع لوزير العدل لزروف السنائية أن يرخص للقاضي الإقامة في مقر المحكمة الفيديوية تابع لها أو في بلد آخر يكون قريبا من عمله ويكون انتقاله فيها زير حالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل ويجوز دم أن تعد لهم أيضا أماكن إقامة وإصطراحة أيضا بقرار من وزير العدل سادسا لا يجوز القاضي أن يتغيب عن مقر عمل قبل إختار رئيس المحكمة لأن مرفق عام لابد وأن يخضع المبدأ الانتظام والديمومة مرفق عام مرفق القضاء مئات الآلاف بل ملايين يتناوبون ويتدولون القضايا ومرافعتهم أمام المحاكم فلا يجوز القاضي أن يتغيب عن مقر عمله إلا بإختار رئيس المحكمة حتى يستطيع رئيس المحكمة أن يعين أو ينتدب قاضي آخر لنظر هذه الدعاوة فلا يجوز أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة ولرئيس المحكمة أن ينبهه إذا أخلى بهذا الواجب ويكون ذلك كتابة يعني فيه تنبيه من رئيس المحكمة وهذا التنبيه يكون طبعا بطبيعة الحال إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة أجازة عادية تحسب من تاريخ اليوم التالي لآخر جلسة حضرها القاضي تنتهي أمتى بعودته إلى حضور جلسات المحكمة أما إذا استمر القاضي فالانقطاع عن عمله وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب ويعتبر القاضي في هذه الحالة مستقيلا إذا انقطاع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازة أو إعارته أو ندبه لغير عمله بمجرد انتهاء الإعارة أو بمجرد انتهاء الأجازة لابد أن يستلم عمله ويستلم عمله خلال الثلاثين يوم إذا تجاوزت مدة الثلاثين يوما اعتبر أنه مستقيلا فإذا تبين طبعا من حقه أنه يقدم عزر ويقدم الوزير العدل وزير العدل يقدمها لمجلس القضاء الأعلى يعرضها على مجلس القضاء الأعلى فإذا تبين له يعني جدياتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة وفقا لما تنص للمادة 77 من قانون السلطة القضاء أخيرا لا يجوز للقاضي أن يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروع على القضاء بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء طبعا استاذنا مشرع من ذلك إذا كان القاضي لا يجوز له أن يكون محكما لأن الحقيقة أن التحكيم هو عمل موازي للقضاء وبالتالي الهم القاضي الأساسي هو قضاء الدولة فعندما نسمح له أن يكون محكما في خصومات خاصة يعني يسميه أو يعينه أحد طرفي النزاع وهو قضاء خاص ده بيؤدي بالسلب على عمل القاضي في المحاكم الاثنين أن التحكيم أجره عالي ومكافآته يعني ثمينة فقد تكون قضية واحدة براتب القاضي طول عمره الوظيف فحينشغل القاضي في هذه الحالة بالتحكيم ويترك عمل الأساسي وهو القضاء المشاريع الاستثناء ايه بقى قال لك يجوز أن يكون محكما إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أسهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ولكن الاستثناء الثاني يجوز لهم القيام بذلك عمن يمثلون قانون وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية يعني إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أسهاره حتى الدرجة الرابعة فيجوز أن يكون محكما ويجوز لهم القيام بذلك عمن يمثلون هم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية كذلك أيضا يجوز لتعيين القضاء محكمين إذا كان النزاع يتعلق بالدولة أو أحد مرافقها العامة ويكون ذلك أيضا بموافقة المجلس الأعلى للقضاء القاضي نقول أنه مستقل لذلك كانت له حقوق وواجبات متميزة إيه هي ضمانات القضاء ونقصب ضمانات القضاء مباشرة استقلالهم وحيدتهم وأمنهم الوظيفي يعني كل تشريعات المعصرة بيتضع من الضمانات ما يكفل للقضاء أن يحكموا بحيدة واستقلال وفي مأمن من جور السلطة التنفيذية أي نعني بذلك استقلال السلطة القضائية وحصانة القضاء ومبدأ عدم القابلية للعزل ووضع قواعد قصة بشأن القضاء تضمن لهم هذا الاستقلال أو هذا الأمان فالضمان الأولى مبدأ استقلال القضاء مبدأ استقلال القضاء وفقا لمواد الدستور المدى 65 من الدستور الملغ وما يقابلها من الدستور الجديد 2014 تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصاناته ضمانان أساسيا لحماية الحقوق والحريات كذلك القضاء مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة وهذا المبدأ كان له أصل كبير جدا في الفقه الإسلامي وعتنى به الفقه الإسلامي بشكل في غاية الأمان بحيث أن القاضي يتمتع بمنعه من كل ذي سلطة بمنجة عن كل نفوذ وما ورد في كتاب الإمام علي كرم الله وجهه لوليه على مصر خير شاهد إذ أمره بأن يعطى للقاضي منزلة لديه لا يطمع فيها غيره حتى يكون آمنا حتى يكون آمنا من رجال السلطة أو النفوذ له عند الوالي وحتى لما اختلف معاوية ابن أبي سفيان والي فلسطين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين مع عبادة بن الصامت قاضي فلسطين قال لمعاوية لا أساكنك بأرض واحدة أبدا ورجع إلى المدينة المنورة فلما قابله عمر بن الخطاب وسألوا عن سبق قدومه أي سبق قدوم عبادة بن الصامت فأخبره بالأمر فقال ارجع إلى مكانك قبح الله أرضا لست بها ولا أمثالك وكتب لمعاوية كتابا بأنه لا امرت له على عبادة بن الصامت استقلال استقلال القضاء أيضا في المؤتمرات الدولية كل المؤتمرات الدولية بتؤكد على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاء في مؤتمر مونتريال في كندا في الفترة بين 5 إلى 10 يوليو 1980 أكد على أن القاضي لو الحرية في أن يبت بصورة حيادية في المسائل المعروضة عليه حسب تقييمه وفهمه للواقع والقانون دون أي قيود أو مؤثرات أو إجراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت ولأي سبب كان وأن يتحقق استقلال القاضي في إزال الحكم أو القرار إزاء زملائه ورؤسائه في السلطة القضائية بحيث لا يجوز أن يكون أي نظام هرمي في تلك السلطة ولا أي فارق في الدرجة أو الردبة لها دخل في حق القاضي في إزار حكمه بحرية وأن تستقل السلطة القضائية عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية الضمانة التانية هي الضمانة عدم القابلية للعزل الحقيقة أن القضاء غير قابلين للعزل كويس ده مبدأ دستوري هذا نبدأ يشمل جميع القضاء منذ بدء تعيينهم بسلط القضاء ويشمل أيضا أعضاء النيابة العامة عدم معاون النيابة العامة ويجوز عزل القاضي من وظيفته لأسباب تأديبية الأسباب التأديبية يعني ارتكب جريمة ارتكب فعل يخل يخل بهيبة ونزاهد وسمعة القضاء فبيحال إلى مجلس التأديب و اللي هو مجلس التأديب القضاء فهذه الحالة يعزل يعني ولكن ليس من قبل السلطة التنفيذية ولكن من مجلس خاص اسمه مجلس تأديب القضاء نمرة ثلاثة وضع قواعد خاصة بشأن القضاء خاصة القواعد الإدارية يعني لا يخضع القضاء للقواعد العامة للمدنيين للمدنيين بالدول لهم نظام خاص بهم اللي هو قوانون السلطة القضاء يوفر لهم ما يتعلق بنقلهم و ندبهم و إعارتهم وترقيتهم يعني وأجازاتهم كل هذا وغير له قواعد خاصة فأولا يعني لهم نظام إداري خاص النظام الإداري ما يتعلق بنقل القضاء نصر لا يجوز نقل القضاء نصر القضاء مدى 52 لا يجوز نقل القضاء أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا حتى لا يترك أمر نقل للقضاء بيدة سلطة التنفيذية فتكون وسيلة النكاية بهم بإبعاثهم في أماكن نائية أو استمالتهم بإبقائهم في أماكن مميزة قلع عاصمة مثلا أو في المدن القريبة حسب من ترضى أو تغضب عليهم من القضاء وهذا أمر نتائجه غير محمودة أثنين نتب القضاء يجوز لوزير العدل أنه عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقد أحد مستشاري محاكم السيناد ممن تتوفر فيهم الشروط في تعيين وظيفة مستشار في محكمة النقد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وقد اشترت المشرع أن يكون ذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابعة لها والجمعية العامة لمحكمة النقد وموافقة المجلس القضاء الأعلى وأيضا يجوز لوزير العدل عند الضرور أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستناد للعمل في محكمة الاستناد غير المحكمة التابعة لها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة أخرى بعد موافقة الجمعية العامة التابعة لها وموافقة المجلس القضاء الأعلى ترقية القضاء وضع قواعد بشأن الترقية القاعدة الأولى اختيار القضاء بالمحكمة يكون عن طريق الترقية من بين أعضاء النيابة العامة على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عليهم تكون القاعدة تكون أقدمية القضاء من تاريخ القرار الجمهوري الصادر بالترقية ما لم يحددها تاريخ آخر ولكن اشترى في هذه الحالة موافقة مجلس القضاء الأعلى القاعدة التالتة فيما يتعلق دي من يعينون من خارج الحقيقات القضائية تتحدد أقبامياتهم في القرار الصادر بتاعتهم بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى طيب فإذا لم يحدد القرار أقبامياتهم أو رفض المجلس المذكور تحديد أقبامياتهم فإن أقبامياتهم تتحدد من تاريخ تعيينهم وقد وضع المشاريع بذلك نصا لا مجال التطبيق عملا يتعلق بحالة تحديد أقباميات المحاميين إذا تم تعيينهم في وظائف قضائية وهو كما قلنا أنهم نص مهمل لا يفعل على الإطلاق القاعدة الأخيرة في النظام الإداري أن يجب على وزير العدل قبل عرض الحركة القضائية بثلاثين يوم عن القال أن يختر من كان قد حل دوره من القضاء في الترقية ولم تشمله الحركة لسبب غير متصل بتقارير الكفاية بيبين في هذا الإختار أسباب التخطي ولا يعتبر هذا الإختار من قبيل قرارات الصدر بشأن رجال القضاء التي تختص محكامة الآن أصبحت في دائرة في الاستئناف لنظر القرارات الصدرة بشأن رجال القضاء سواء بطلب إلغاءها أو التعويض عنها يعني إلى هنا تنتهي المحاضرة الأولى من محاضرات قانون المرافعات المدنية والتجارية ترجمة نانسي قنقر